تدريب عسكري مشترك بين اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص لا شك أن العثور على حقول كبرى من الغاز في شرق المتوسط قبل سنوات زادت توتر بين أنقرة وأثينا التي تتنازعان أساساً على بعض المناطق البحرية في ظل هذه الأجواء المشحونة تأتي المناورات العسكرية الجديدة والتي تستمر لثلاثة أيام في جنوب جزيرة كريت شرق البحر المتوسط حسب ما أعلنت وزارة الدفاع اليونانية من الجهة الفرنسية تشارك ثلاث طائرات رفال وبارجة حربية مجهزة بمروحية في الأعمال التدريبية وكانت أنقرة أرسلت الأسبوع الماضي سفينة أوروجريس للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية قبالة شواطئ جزيرة كاستلوريس اليونانية شرق المتوسط بينما نشرت أثينا سفن حربية لمراقبة السفينة غرب جزيرة قبرص الخلاف هو الأحدث حول عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة في المتوسط الغني بالغاز والذي بات مصدرا للنزاعات بين تركيا وجاراتها اليونان وقبرص واسرائيل أزمة مشابهة تم تجنبها الشهر الماضي بعدما سحبت تركيا السفينة أوروجريس إثر مباحثات مع اليونان وألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لكن الوضع عاد إلى التأزم بعد اتفاق اليونان ومصر على إنشاء منطقة اقتصادية خالصة